استكمالاً لحديث حضرتك حضرتك تحدثت عن الأكاديمية وتأهيل الكوادر الإعلامية لكن نحن دلوقتي خلينا نقول إنه مش شرط دلوقتي إنه يطلع حد على التلفزيون أو في الإزعاء بقى فيه سوشيال ميديا، فيه برامج على السوشيال ميديا، فيه قنوات على يوتيوب وما إلى ذلك عايز أعرف من حضرتك كمان آليات ضبط الحديث تحديداً عن الدين أو التحدث في الدين من خلال هذه المنصات هل بيكون فيه تدريب وتأهيل كمان؟ للي حابب إنه يكون عنده قناة مثلاً على سوشيال ميديا يتحدث في الدين وعن أي شيء؟ أي دعوة أنا بدأوها من خلال هذا البرنامج الشهير في مصر إحنا بنعمل دورات مجانية كل واحد أصل النهاردة وسأل الإعلام زي ما تفضلت حضرتك ما بقيتش تلفزيون والإزاعة والصحافة الورقية يعني يمكن أصبح صحيح أنا ما ذلت بقول وقلت هذا الكلام أن الإعلام المرئي والمسموع له التأثير وله المصداقية الحقيقية لازم نتفع على هذا لأن مصدر الخبر بيكون واضح ومرجعيته واضحة موفق فبالتأكيد أنا متأكد لما أسمع الخبر في برنامج تلفزيوني أو إذاعي أنه خبر موثوق به لأنه له مصدر السوشال ميديا ما قدرش أنكر أن لها دور لكن يجب أن يتم تأهيل الكوادر اللي بتطلع فيها فأنا بدعو النهاردة كل من يريد من خلال السوشال ميديا أنا إحنا اتحاد إزاعات الدول الإسلامية يعني إحنا اتحاد مهني أي يوتيوبر أي من يعني كل واحد عنده صفحة عاوز يطلع يتكلم في البرامج الدينية وطبعا ما فيش هنا سيطرة وكنترول لكن إحنا بندعو الجميع إحنا عاملين دورات مجانية كاتحاد إزاعات الدول الإسلامية لكل ما نتحدث في الدين على الأقل في مبادئ البرامج الدينية كيف تقدم برنامج ديني مرجعيتك إيه مصدرك إيه إيه المؤهلات التي يجب أن تتوافر فيك وحنقدم ده بخدمة مجانية لجميع من يقوموا بهدية النوعية من تقديم البرامج سواء من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة إزاعة، تلفزيون، سوشال ميديا وإحنا مش قاصرين بس على الإعلام الحكومي أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا مؤخرا الجمعية العامة لاتحاد الإزاعات الدول الإسلامية أقرت مبدأ عضويات جميع القنوات التلفزيونية الخاصة الإدعية والتلفزيونية وأنا يمكن بعد العيد حبعة دعوات لجميع التلفزيونية الخاصة في العالم العربي والإسلامي يقول لهم اللي عاوز يشترك تحت مظلة الاتحاد وينعم بكل المزايا اللي بديها الاتحاد من خدمات تدريبية وإخبارية وبرامجية وغيره أهلا وسهلا بيه إحنا همنا أن الناس كلها طالما نويت تقدم برنامج خليك متخصص فيما تقدم ومحترف وعشان تكتسب مصدقي لأن أنت لما هتطلع تقول خبر أو تقول معلومة وتطلع عن معلومة دي غير دقيقة فهذا ممكن حد يطلع يقول لك مش هصدق أو يكلم بعد كده فأنا عايزك تطلع صادق من أول لحظة ومؤهل من أول لحظة أن تكون أهل أنك أنت تخطم الناس والناس تصدقك استكمال الكلام الدكتور إحنا في الاتحاد إن شاء الله هناقد مؤتمر إعلامي شامل والمؤتمر من ضمن ضيوفه حيكونوا المؤسرين الإعلاميين في الدول يعني إحنا كنا بنعمل الآن تجهيز له بنحاول ندعو كل المؤثرين في الدول اللي هم غير الإزاعيين والتلفزيوني والرسمي اللي هم مؤثرين السوشال ميديا من ضمنهم حيكونوا مدعوين لهذا المؤتمر الجامع اللي هو المؤتمر إعلام إن شاء الله إن إحنا بصدد الشغالين فيه الآن وهم حيكون لأنه إحنا ستشعرنا أنه هم لون تأثير فبالتالي أنا ممكن أدعوهم وحاول أقرب الصلة بينهم وبين البتح تلو مش هنعتمد عليهم بشكل أساسي في توصيل رسالة دينية على الأقل ما يكونوا مشاركين في رسالة خطأة ما يكونوا سلبين الإعلام النهاردة كل واحد مع عام وبيل أصبح إعلامي كل واحد مع عام وبيل يقدر يطلع الهوى لايف ويقول كلامه أهلا وسهلا وأي حد عايز يكتب على السوشال ميديا على تويتر على الفيسبوك على الإستجرام على واتفر اللي عايز يعمله أهلا وسهلا بس هي فكرة اللي أنت حتقوله واللي أنت حتكتبه له تأثير ممكن حد يردده حد يكرره حد ممكن ياخده ويعمل به دون أن يعرف مصدره مدى صحته فإذا كنت حضرتك عاوز بما أن أصبح ده موجود النهاردة هذا السلاح الإعلامي الجديد اللي هو السوشال ميديا أهلا بجميع رواد السوشال ميديا من يريدون أن يتحدثوا لكن خد دورة تدريبية تجيز عايز تتكلم في الدين خد تدريب في برامج الدينية عايز تتكلم في النقط يعرف الفرق بين النقط والتحليل والتزوق عشان تعرف تقدم برنامج جيد الناس تقبله وتقبل عليه ممكن هذا الربط فعلا بين الرسائل العلمية وأيضا بين الاستراتيجية التربوية اللي بتقدر تؤهل ويكون عندنا إعلاميين فعلا مؤهنين زي ما حضرتك قلت طبعا ودي المشكلة الحقيقة اللي احنا فيها النهاردة إحنا إذا كنا نتكلم عندنا مشكلة مشكلة السوشال ميديا أن من يكتب أو كيف يكتب أو مصدر الكتابة اللي بيكتبها أو مرجعية الخبر اللي بيكتبه يجب أن يكون له مصدر ومصدر سليم عشان كده أنا بقول الجميع متساوي إحنا نهاردة برنامجنا هو صباح الخير طالع دلوقتي على التليفزيون طالع لايف على السوشال ميديا على الصفحة بتاعة البرنامج أنا بتكلم أنا هروح أكتب بكرة على تويتر الكلام اللي بقوله أنا كعمر ده مصدره إيه؟ جاي منين؟ صحيح ولا من صحيح؟ حتى لا أستطيع أن أتورد مثلا أو يحدث دون قصد أن أنا أتورد في نشر شائعة مبدأ خاطئ ديني خاطئ يروج بشكل خاطئ ممكن كلمة ممكن تسيق لإنسان غير صحيحة وغير دقيقة الدقة المتناهية طالع الكلمة مسؤولية طالما نويت تقول كلمة من بقك تكتب كلمة على باكي بورد تكتبها على سوشال ميديا هي مسؤولية يجب أن تكون أهل لهذه المسؤولية لن تتأتعك هذه المسؤولية إلا بالتدريب المهني الصحيح حتى لو أنت مش خريك كريت أعلام حظيم دكتور علي وجودكم في إزاعة القرآن الكريم الأردنية على السوشال ميديا وتواصلكم مع الناس عامل إزاي في توضيح بعض التفسيرات اللي هي ممكن تكون خاطئة وتورسناها عبر زمان نعم نحن في الأردن من خلال إذاعة القرآن الكريم الأردنية وبالمناسبة هي الوسيلة الإعلامية رقم واحد من حيث المتابعة في الأردن ننتهج منهج الوسطية والاعتدال من خلال الالتزام بما ورد في رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك المعظم بعد تفجيرات عمان والتي حاولت هذه الرسالة بيان حقيقة الإسلام يعني التوجه إلى الآخر وبيان بأن الإسلام هو دين الرحمة ودين السلام ليس كما روجه المتطرفون للآخرين من أنه دين عنف دين يتشوف ويتشوق إلى إراقة الدماء وللأسف يعني هناك من المسلمين من يصدق ذلك بسبب الجهل وهنا يأتي أخي الكريم دور العلم ودور الخبرة دور العلم ودور الخبرة ولذلك ينبغي على من يسلك سبيل الإعلام الديني أن يكون عليماً وخبيراً وهذا مطلب شرعي لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولقوله تعالى أيضاً فاسأل به خبيراً لا بد من الالتزام بمنهج العلم ومنهج الخبرة في تقديم الرسالة الإعلامية في أي محطة إعلامية كانت سواء كانت مرئية مسموعة مقروعة من خلال الساتلايت من خلال التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك لا بد من الالتزام بهذا المنهج نحن خطابنا في إذاعة القرآن الكريم يلتزم به الوسطية وبيان بأن الإسلام وسطي في الطهارات في العبادات في المعاملات في كل شأن من شؤون حياة الإنسان في الحب والبغض أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيظك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما في المأكل في المشرب في الملبس طبعاً هذه الرسالة لا قد تفاعل كبير جداً من الجمهور المستهدف جمهور المستمعين وليس أدل على ذلك طبعاً نحن في اعتمادنا على في رسالتنا في إذاعة القرآن الكريم نعتمد على مجموعة من الدعاء فضيلة الشيخ محمد حاديث وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه التي لا يمكن لأي وسيلة إعلامية تريد أن تحقق الهدف في إيصال خطابها الديني أن تستغني عنه سواء كانت مرئية أو مسموعة وزي ما حضرتك ذكرت أن الرسالة لاقت رواق و لاقت قبول من الناس ليه لأن الناس كانت عايزة الوسطية هذا الرجل رحمه الله ممن فتح الله له القبول في مختلف الأزمنة وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأنه كان رجل مخلص لله عز وجل وكان يبتغي مرضات الله عز وجل لذلك الفتوحات الربانية التي كان يفتح الله بها عليه حتى فيها حل مشاكل الناس عايزة أكل على كلام بسد الدكتور علي في نقطتين قبل أن نختم النقطة الأولانية اتفقنا مع فضيلة العالم الجليل دكتور شوق علام مفتي الجمهورية أننا سنعمل دورة لإعداد مقدمي البرامج الدينية من خلال دار الإفتاءة المصرية حيقوم على تقدمها وتدرسها مجموعة من الخبراء لي فكرة تأهيل مقدم البرامج لكي يقدم برنامج ديني واتفقنا مع فضيلة الإمام الأدبر دكتور أحمد الطيب أننا إن شاء الله دورة قادمة لرؤساء إذاعة القرآن الكريم سنكون في الأزهر برعاية كريمة من شيخ الأزهر إن شاء الله بإذن الله واتفقنا مع الجامعة الأمريكية على إقامة أول ورشة عمل للغة العربية كيف نستطيع أن نحافظ على هوية اللغة العربية في الدرامة التليميزيونية في الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية يمكن دي بعض الأنشطة القادمة أنا برضو حبيتنا نعلمها النهار ده من خلال صباح الخير إن شاء الله كل التوفيق لكن عذراً يعني معلومة بسيطة التواصل الاجتماعي الخطاب الإعلامي الديني على منصات التواصل الاجتماعي لابد له من أن يلتزم بجملة من المعايير معيار الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معيار الموضوعية معيار الحياد مضبوط معيار البعد عن إيذاء وإلحاق الضرر بالآخرين صحيح لأن من هو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ويده قد تخط كلمة كما ذكر أخونا لأمر قبل قليل على الكمبيوتر أو على التليفون سواء يقصد أو لا يقصد لكن فعلا الكلمة هي الكلمة مسئولية زي ما تكلمنا في البداية وكل ده من أجل أن يتحدث في الدين فقط المختصين ترجمة نانسي قنقر